عصام زهر الدين قائد الحرس الجمهوري في محافظة دار الزور قتل في الثامن عشر من التشرين الأول الجاري وائل زيزافون عين خلفا لزهر الدين وقتل بدوره بعد يومين في العشرين من الشهر نفسه وقعت مقتل زهر الدين وزيزافون بفارق أيام أثار تمتعاض المواليد للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي وطرحت تساؤلات كثيرة عن تكرار مقتل ضباط بارزين وقادة عمليات في دار الزور وذلك وسط أنباء تفيد بأن زهر الدين لم يقتل بانفجار لغم أرضي كما زعم النظام بل برصاصة قناس من حزب الله في أحد أحياء شرق دار الزور وذلك بعد الخسائر التي طالت عناصر الحزب في الفترة الأخيرة بالمنطقة وفيما كانت لا تزال تتوالى المعلومات عن الأجواء المحيطة بمصرع زهر الدين الذي يتحدر من السويداء أعلن مقتل خلفه زيزفون ابن اللاذقية في مدينة حوشت السقر التابعة لدار الزور ما جعل البعض يربط بين الحادثتين خصوصا مع تداول أنباء تفيد بأن الرجلين كانوا يتنافسان على تقاسم السرقات والظهور الإعلامي والنفوذ العسكري والجغرافي أما القائد الحالي للحرس الجمهوري في دار الزور الذي تسلم مهامه بعد مقتل زهر الدين وزيزفون فهو العميد الرقن غسان طراف الذي كان مقربا من زهر الدين ومعاونا له للطراف أيضا تاريخ حافل بالإجرام كسل فيه عصام زهر الدين وهو كان وصل إلى دار الزور في العام 2016 على رأس قوة عسكرية كبيرة من قوات الساعقة للمشاركة مع قوات زهر الدين في عملية فك الحصار عن الحويقة والرشدية وذلك بعد قيادته العملية العسكرية في جبل القرامون بريف دمشق وعملية الشيخ مسكين بدرعة وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين العزل إلى ذلك تنقلت مواقع التواصل الاجتماعي قرارا أصدرته وزارة دفاع النظام السوري قبل يوم واحد من مقتل زهر الدين يقضي بمنع ذكر أسماء وألقاب دباط جيش النظام على وسائل الإعلام وبحضر ذكر أسماء الميليشيات المقاتلة مع نظام الأسد أو ألقابها أو أسماء قادتها ونص القرار على وجوب الاكتفاء بذكر عبارة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة